موسيقى دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو رؤساء أحزاب معسكر اليمين إلى اجتماعات في مدينة القدس وذلك للتداول فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وجاءت دعوة نتنياهو لأحزاب اليمين في معسكره استباقا لتكليفه رسميا في تشكيل الحكومة القادمة من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحا كيرتسوغ ووفقا لما ورد في موقع ولا الإلكتروني فقد قالت أحزاب في معسكر اليمين أن الحديث لا يدور عن مفاوضات رسمية فيما أن الترجيحات السائدة هي أن نتنياهو يريد التداول والإطلاع على مطالب أحزاب معسكره المتعلقة بتشكيل الحكومة القادمة يذكر أن نتائج انتخابات الكنيسة الخامسة والعشرين أفرزت 64 مقعدا لمعسكر اليمين في الكنيسة بقيادة بن يمين نتنياهو بعدما وصلت نسبة التصويت العامة في إسرائيل مع إغلاق صناديق الاقتراع إلى 70 فارزة 6% بدأ الصراع بين أحزاب اليمين وأحزاب المتدينين المتشددين على الحقائب الوزارية المختلفة حيث يطالب كل حزب وزارات مركزية مخصصة له وذلك مع فوز معسكر نتنياهو بأغلبية مقاعد الكنيسة الخامسة والعشرين وشرع نتنياهو بمفاوضات مع رؤساء كتل الإئتلاف المرتقب حول الحقائب الوزارية التي يطالب بها الحزب فيما تبدأ يوم الاثنين المفاوضات بين حزب الليكود وبين حزب عوتسماي هوديت برئاسة إتمار بن كفير حول الحقائب الوزارية التي يطالب بها الحزب ويطالب بن كفير بوزارة الأمن الداخلي كما سيطالب بمنحه صلاحيات واسعة وأن لا يقتصر الأمر فقط على تعيينات فقط لمشرفين ورؤساء أركان ومناصب رفيعة في الشرطة فقط بل مع صلاحيات أوسع من ذلك هذا وسيطالب بن كفير بإضافة ستة مليارات شيقل إضافية لميزانية الشرطة تخصص لرفع رواتب أفراد الشرطة بدرجة نقيب بمبلغ بين 3000 و 4000 شيقل من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو ترك لرئيس حزب شاس اختياره للحقيبة الوزارية التي يرغب بها علما أن الحزب يميل إلى استلام وزارة الداخلية أما حزب الليكود فيتوقع أن يستلم كل من أمير أوحانا حقيبة الخارجية ويريف لوفين على حقيبة القضاء فيما يتوقع أن يحصل حزب الصهيونية الدينية على حقيبة الثقافة مجموع الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة كفيلة بضمان دخول 14 عضو كنيست لكن مجمل ما حصلت عليه الأحزاب العربية مجتمعة لم يتعدى العشر مقاعد وذلك نتيجة لنزولها ضمن ثلاث قوائم متنافسة بدلا من قائمة مشتركة تحتوي كل الأحزاب اليوم الأحزاب حصل الجبهة العربية للتغيير على خمس مقاعد والقائم الموحدة على خمس مقاعد بينما التجمع لم يجتاز نسبة العسم وأضاء أكثر من 130 ألف صوت فلو هاي الأصوات كلها كانت في ضمن قائمة واحدة حصلنا أكثر من 14 ل 15 عضو كنيست وهل لنا عضى بذلك أنه لم يحدث إذا لو لم يحدث التحالف بين سموترش وبين كبير لا يمكن أن يحصل على 14 مقعدا كان من المفروض أن يسقط سموترش كان بالكل الاستطلاعات هو لا يعبر نسبة الحسم هذا العامل خذه وخذه كمية الأصوات نحن أصبنا النصف مليون هذا السخاء الرائع جدا من جبال العربية حتى الآن لم نقل لهم شكرا بطريقة الجميع فعمليا كنا سنصل أكثر باعتقاده كنا سنصل 16 مقادم وليس 14 مقادم وليس 15 مقادم وكان لنتيجة الأحزاب العربية وقع على الخارطة السياسية إذ أن تصويت المجتمع العربي بنسبة 54% أو أكثر من شأنه أن يغير المعادلة التي وصلنا إليها اليوم بفوز نتنياهو وقدرته على تشكيل حكومة مع أغلبية 64 مقعدا نحن الآن مقبلون على فترة صعبة حكومة سيئة جدا لذلك نحن مطالبون بحوار صريح من أجل إعادة القائمة المشتركة على ثوابط واضحة ومبدئية ومبنية على أسس لمصلحة جماهيرنا العربية في كافة المجالات لو خاضت كل الأحزاب العربية الحالة الانتخابية الحالية بقائمة مشتركة واحدة لا يمكن أن ترى أول شيء لن ترى نتنياهو لن ترى كل هذا الخطر الفاشل القادم الذي ممكن أن يحدث انقلاما في كل دولة إسرائيل موجود فستكون هي اللغة الحسن وستكون هي ليس بيضة الخبان وإنما بيضة الديناصر يبدو أن الحكومة المنوي تشكيلها سوف تفرض واقعا جديدا على الأحزاب العربية التي ستجد نفسها في خندق واحد في مواجهة حكومة عنصرية متطرفة والعل ذلك ما سيشكل حافزا لإعادة اللحمة فيما بينها على أمل ولادة جديدة للقائمة المشتركة التي يؤيدها غالبية أبناء المجتمع العربي تعاني الصيدليات وصناديق التأمين الصحي من نقص حد في الأدوية وهناك تحذير من نقص حد في عشرات الأدوية بما في ذلك البارا سيتامول ومن بين الأدوية المفقودة موسكول ونيكسين وأتوفين أما في بعض الصيدليات العامة يقومون الآن بتوريد الدكسامول بدلا من البارا سيتامول بسبب الخوف من النقص وقالت نقابة الصيادلة أنه تم تحذير وزارة الصحة عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بشأن النقص لكنها لم تحل المشكلة بعد أصيب عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع خمسة أمطار خلال عمله في ورشة بناء في مدينة كريات آتا بالقرب من مدينة حيفا هذا ونقل المصاب إلى مستشفى رنبم لاستكمال العلاج وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إختارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد الصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى أصيبت مدرسة تبلغ من العمر الثمانية وعشرين عاما بجروح متوسطة إثر تعرضها لإطلاق نار وقع في مدرسة الفرعة في النقب هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف وملابسات الحادث مشيرة إلى أن مدرسة أصيبت برصاص طائش جراء صراع بين عائلتين على النظام العام قبل المواطنين الشرطة جاءت لتحمل المواطنين وليس العكس بمشاركة العشرات من سكان عرعرة النقب نظم المجلس المحلي وقفة احتجاجية على سهولة ضغط رجال الشرطة على الزناد هذه الوقفة هي عبارة عن رسال رسالة لكل متخذية القرار في دولة إسرائيل وخاصة الشرطة ووزارة الشرطة بعمل حساباتهم بينهم بين أنفسهم على عدم إطلاق النار الشرطة هي لازم تكون مساعد في العمل على مساعدة الأمن والأمان لكل مواطن في البلدات العربية وخاصة في بلدة عرعرنق هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت في عقاب قيام الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على الفتى عيسى الطلقات قبل أيام ونحن طبعا ننتز هذه الفرصة لكي نسمع صوتنا وصوت الأهل في عرعرة والنقب بشكل عام ضد السياسة ونهج شرطة إسرائيل في كل ما يتعلق بمواجهة العنف والتعامل مع المواطنين في النقب وفي المجتمع العربي ككل ورفع المتظاهرون بينهم جمهور من النساء لافتات نددت بعنف الشرطة بينها عيسى ابننا والشرطة ضدنا عرعرة تنادي لا للتعدي ولا للعنصرية كفى إطلاق النار على الأبرياء ورددوا شعارات ضد العنف بشكل عام أولا نحيي الأهل في عرعرة على هذه الوقفة يجب أن تصرفات الشرطة أن لا تمر مرة الكرام علينا أن نتحرك ونتصدى لهذه السياسة ما قاموا الاهل في عرعرة هو التصدي والاحتجاج لإدانة هذا الاعتداء الوحشي وإطلاق الرصاص على الشاب في عرعرة الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بشكل عام وفي النقب بشكل خاص بالعام الأخير كأعداء من الدرجة الأولى لا شك أن العمليات التي تقوم بها الشرطة وتصرف الشرطة تجاه المواطنين العرب بشكل عام وفي النقب على وجه الخصوص في الأيام الأخيرة هو أمر مستنكر ومدان لا يعقل أن تقوم الشرطة في البلدات العربية بإطلاق النار والرصاص الحي على الشباب بهذا الشكل العشوائي ويرقد الفتى عيسى الطلاقات طالب الصف الثاني عشر في المدرسة التكنولوجية بعرعرة النقب في قسم العلاج المكثف بمستشفى سوروكا بئر السبع في حالة خطيرة ولكنها مستقرة إثر إصابته برصاص عنصر في الشرطة حين كان يسير على الرصيف بالدعاء أن سائقي سيارات قادوا بتهور وشكلوا خطرا عليه أثناء الاحتفالات بنتائج الانتخابات للكنيست ما يشغل المجتمع العربي في الآوينة الأخيرة وخاصة بعد سلسلة ضحايا القتل التي لا تريد أن تنتهي ما بين العنف والجريمة أين هي المؤسسات الفاعلة من الحل هذا الواقع لم يتغير منذ عشرات السنين حيث يرتفع منسوب العنف والجريمة في كافة البلدات العربية ويشكل المواطنون العرب نسبة 70% من جرائم العنف التي تشهدها البلاد عامة مع احترامي لكل الاحتياجات اللي دايما تذكر بس أفكر واحد من أكبر الأشياء اللي شبابنا بيحتاجوها هي الوعي السياسي أفكر أنه لما يكون في عنا وعي السياسي بصير في عنا هدف آخر غير الهروب أو اللجوء للعنف بصير في عنا كمان لما يكون في عنا وعي السياسي بيكون عنا هدف آخر يمكن كمان نبني مجتمع أحسن نبني شباب أو شبيبة اللي تكمل طريقنا في شي مرحلة أنه هاي الشباب والشبيبة اللي إسا عم تروح على العنف يكون في عندها هدف تاني يصير في عندها هدف اللي بدنا نعمل عشان البلد بدنا نعمل عشان الوطن بدنا نعمل عشان شبابنا أو صبايانا فبفكر هاي واحدة من أساليب العلاج إن استمرارية استفحال العنف في المجتمع العربي مقابل تراجع نسبته في المجتمع اليهودي تثير الردود فعل وتفسيرات ونظريات حول نظرة المؤسسات الرسمية في إسرائيل إلى المواطنين العرب ومكانتهم واستمرار مشاريع التهميش والإقصاء الممنهجة من جهة والتواطؤ مع المجرمين من جهة أخرى إحنا بالنسبة للجيل الجديد المفروض أن يكون في خطط اللي تضحض العنف وتقلص من هاي الآفة أكبر مثال أنا بحب أذكره يعني وبالفعل هو إذا شفنا المفروض أنه هو يكون حل بكل بلد بلدنا ما فيها خاوة ما فيها ما فيها ما فيها الخاوة ليش؟ لأنه كل البلد إيد وحدة من هذا الموضوع حطوا إيدهم تكاتفوا كل العائلات كل الأفراد كل الفاعلين بالمجتمع عشان ما تفتش على بلدنا فهذا إشي كتير مهم نتعلم منه درس كيف إحنا ممكن نقلص هاي الفجوة أهم إشي أنا براية أنه التعليم إذا إحنا حطينا قوتنا بالتعليم مستحيل أنه يكون في عندنا هالقد نسبة العنف تكبر بالمجتمع أكيد لازم تقل التعليم والوعي هو اللي بخفف من هاي الظاهرة المجتمع العربي في هذه البلاد يواجه آفة العنف بحملات من التوعية والاحتجاجات على هذه الظاهرة بينما تغيب المؤسسات الأمنية التي تملك وحدها آليات الردع عن ملاحقة المجرمين والإجرام المنظم فيما تستمر وطيرة العنف والجريمة يوميا في عدد كبير من البلدات العربية شيعت جماهير غافيرة في مدينة رامالله جثمان الشهيد مصعب نفل البالغ من العمر 18 عاما إلى مثواه الأخير يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الشاب نفل وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل شمال رامالله هذا واختطفت قوات الاحتلال الجريح الثاني وهو الشاب نيشان دمر زبن ابن خال الشهيد مصعب الذي أصيب بالرصاص الحي في الرقبة ويرقد في مستشفى شعارة سيدك الإسرائيلي بحالة مستقرة كما يقول والده وقال مصدر من عائلة الشهيد أن مصعب كان متواجدا مع أفراد عائلته في أرضهم لقطف ثمار الزيتون قبل أن يتعرضوا لهجوم بالحجارة من المستوطنين فاضطروا عنوة إلى التفرق ومغادرة المكان قبل أن يسمعوا إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أن العائلة فقدت آثار مصعب والشاب نيشان دانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وفي مقدمتها جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بذمن بارد وأدت إلى استشهاد الشاب مصعب نفل وإصابة آخر بجروح خطيرة كما حملت الخارجية في بيان لها دولة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني كما تحمل المجتمع الدولي المسئولية عن نتائج تعايشه مع انتهاكات وجرائم الاحتلال وترى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات التعبير عن القلق بات يشكل غيطاء تستغله دولة الاحتلال ليس فقط للتنكيل بالشعب الفلسطيني وتقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتخريب فرص إحياء عملية السلام والحلول السياسية للصراع وجددت مطالبتها بموقف دولي وأمريكي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها ويجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاستئناف المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة بكفالة مالية وأفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن جلسة سابقة عقيدت للنظر في لائحة الاتهام الخاصة بالأسير عواودة وتم تأجيلها إلى الرابع من كانون الثاني للعام الفين وثلاثة وعشرين يذكر أن الأسير عواودة علق إدرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 162 يوما رفضا لاعتقاله الإدارية في الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإدارية والإفراج عنه في الثاني من شهر تشرين الأول الماضي شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جثمان المناضلة الوطنية المرحومة فاطمة البرناوي إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة هذا ووصل جثمان المناضلة البرناوي إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح البري الحدودي جنوبي القطاع حيث أقيمت صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد الشيخ زايد آل نهيان غرب مدينة غزة وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نعى المناضلة الوطنية الكبيرة فاطمة البرناوي أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انتقلت إلى جوار ربها الخميس الماضي في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهزة ثلاثة وثمانين عاماً موسيقى 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 موسيقى